ده طلي عليها استخدام تاني غير اللمون خالص تعالي بقى يا ست الكل اقولك ممكن تستخدمي عصرت اللمون دي في ايه غير ان انتي تعصري بيها لمون صلي كده على النبي عليها افضل الصلاة والسلام هو هتنسي تقولي اللي بتشاهديني من اي بلد طبعا يسعدني جدا وتعالي اقولك هنعمل ايه هاجي بكده فصين من التوم او تلاتة يعني بتاخد لحد تلات فصوص توم او اربعة وتبدأ ان انتي تتكي عليهم تكة بسيطة كده بعصرت اللمون بالشكل اللي انتم شايفينه ده تعالي بقى معاك بكل سهولة وبيتشال منك وبيتفصص بكل سهولة وبكل بساطة ما بياخدش منك وقت خالص ولا مجهود بدل ما طبعا ضوافرك توجعك من التوم فالطريقة دي حلوة جدا وسهلة وبسيطة اغربيها بجد تحفة وهتعجبك تعالوا بقى اقولكو على فكرة حلوة جدا عشان تحافظي على بتجازك على طول نضيف ومستحيل يتوسخ معاكي بسهولة هي الفكرة دي الفكرة دي مشكلة في كل البيوت لما بنيجي نسخن العيش بتبص تلاقي الرد كده نزلت على البتجاز وبهد بالذات في رمضان بعد الفطار بنقوم نشطب كده اللي ورانا وبنيجي عالصحور بنعمل اكل من جديد وسحور وصفرة من جديد فالطريقة دي حلوة جدا عشان تحافظ لك على البتجاز بتاعك من غير ما يتبادل من ردة العيش هتجيب سنية كده اي سنية عندك تفال او الامونيا وتبدأ ان انت تحطيها على البتجاز بالشكل ده وتسخني العيش عليها بالشكل اللي انتو شايفينه ده ما تسخنيش العيش على البتجاز مباشرة زي ما انتو شايفين طبعا دي بعد ما الصينية بردت شايفين كمية الردة قد ايه دي طبعا من رغيف واحد بس تخيال انت بقى لما بتسخني كذا رغيف ايه بيبقى شكل البتجاز جربي الفكرة دي واعتمديها في رمضان بجده هتسهل عليك كتير كلنا بنحتار وبنسأل نفسنا كتير المكان ده في المبشرة المفروض نعمل بايه دي للبطاطس ودي للبصل والناحية التانية دي برضو للبصل لو حب ان انت التعيير وفيع انما الناحية دي لايه تعالي بقى اقولك الناحية دي احنا ممكن نستخدمها لايه صلي كده على النبي عليه افضل الصلاة وال والسلام وتعالي اقولك انا بعمل بالناحية دي ايه بتيجي كده عند السمك وتبدأ ان انت تبشري او مش تبشري بتشيلي الشوق بتاع السمك بالشكل اللي انتو شايفينه ده بيبقى سهل جدا معاكي وبيتشال معاكي بكل سهولة احسن من المقصة وكمان السكينة الفكرة دي حلوة جدا وهتريحك كتير جدا في تنظيف السمك جربيها كده واكتبييلي في الكومنتات الفكرة عاملة معاك ايه بجد جربيها ولما تجربيها هتعتمديها عندك علبة معجون في ذيد او عترنية تعالي هقولك استفادة منها حلوة جدا صلي كده على النبي عليه افضل الصلاة والسلام وتعالي اقولك ممكن نستفيد من العلبة الفاضية دي بايه هتجيبي معاصة كده وتبدأ ان انتو تقصيها بالشكل اللي انتو شايفينه ده وهتفتحيها من تحت برضو كده زي ما انتو شايفين بقى فيه شوية معجون فيها تعالوا بقى قلقوا هنعمل بيهم ايه هتبدأ ان انت تتنيها كده الجوة وتبدأ ان ان انتو تلف فيها بالشكل ده وتحطيها بقى في اي علبة فاضح عندك. وهتبتدي ان انت تتملي العلبة دي مية بالشكل انتو شايفينه ده مية بس مش هتحطي اي حاجة تاني. وهترجي الازازة كويس جدا شايفين بقى لون هتغير ازاي. وطلع منها رغاوي كتير جدا معجون اسنان. هاجيبي كده مقص او او سكينة وتبدأ ان انت تعملي خرمين للازازة دي. ممكن نستخدمها في ايه? انت في المطبخ بقى استخدمتي بصل او توم. ممكن ان انت تستخدميها. هتقضي خالص على راحة البصل والطوم. وتخلي ايدك رحتها حلوة جدا. ممكن كمان تستخدميها لو انت عندك شوك او معالق مطوصة. او فيها صدى. بتبدأ ان انت تحط شوية صغيرين كده. عل سبونشة بتركع معاك جديدة وزي الفل. وممكن كمان للحلل والصواني المطوصة وجرب الفكرة بجد حلوة. تعالي بقى هقول لك عالطريقة صحيحة لتخسلي بيها الكوتشي ويعيش معاك فترة كبيرة جدا من غير ما يجراله اي حاجة. ناس كتير جدا بتقول الكوتشي ما ينفعش يتغسل. وانا طبعا معاهم علشان الكوتشي ما يبصي. طب هنغسله من برة. طب ولو غسلنا من برة. من جوة نفس الريحة ما بتبقاش حلوة. لازم يتغسل من جوة ومن برة. طب هنعمل ايه? قول لنا بقى يا هبة يا فالحوصة المفروض ان احنا نعمل ايه في المشكلة دي. تعالي بقى يا ست الكل هقولك هحللك المشكلة دي بكل سهولة. طبعا الكوتشي لازم يتغسل من جوة ومن برة كويس جدا. وهقولك ازاي تحافظي عليه ومستحيل يبوز منك وهيعيش معاجي فترة كبيرة جدا الكوتشيات دي. انا جايبها يمكن من سنة ونص وكل اسبوع بخسلها. باجي على يوم الخميس او الجمعة واروح جاي حطاها في الشراب. بالشكل اللي انتو شايفينه ده. لازم تحطيها في شراب. يكون ماسك جدا عليها ومايفكش معاكي لما تحطيها في الغسالة. بس كده يا ست الكل. حطيها في الغسالة وشغالي دورة كاملة ولا هيجرى لها اي حاجة. عندك انبوبة كريم او مرعى انفضيت ايه يا ترميها? تعالي هقولك على فكرة الاول مرة تشوفيها معايا حصرية وبازن الله هتعجبك جدا وهتريحك من المشكلة كلنا بنتعرض لها. انا طبعا هي فضية بس كان في بواقي كده من فوق. فخدتها كده قصتها بالشكل اللي انتو شايفينه ده. وغسلتها كويس جدا وسويت اطرافها وبقت معايا بالشكل اللي انتو شايفينه ده. صلي بقى النبي عليه افضل الصلاة والسلام. عليك افضل الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله. وتعالي بقى اقولك ممكن ان احنا نستخدمها في ايه? لو عندك بقى غطى حلة اليد بتاعتو ضايع او مش موجودة طبعا مالكوش دعو بالتكلسات اللي موجودة ما كان الغطى دي. آآ يعني ده غطى قديم عندي فحبيت ان انا اعمل الفكرة دي عليه. هتجي بيها بقى وتعملي غطى الحلة بالشكل اللي انتو شايفينه ده حلوة جدا وشكلها من جوه زي ما انتو شايفين كده عملية جدا وهتقدر ان انت تستخدميها وما تخافيش خالص مش هتسيح معاكي وجربيها بجد طح فهتعجبك. تعالي اقولك بقى تعملي ايه لو تعرضتي للمشكلة دي. صلي كده على النبي عليها افضل الصلاة والسلام واقع تنسي تقولي لي بتشاهديني من اي بلد طبعا يساعدني جدا. وتعالي اقولك هتعملي ايه? لو الكارتونة بتاعت الدوة عندك تقطعت وترمت بالشكل اللي انتو شايفينه ده تعالي يقولك تعملي ايه? لازم تعملي الطريقة دي لاني انت لازم تحتفظي بالروجيتة اللي مع الدوة علشان طبعا الروجيتة بتبقي محتاجاها جدا علشان خاطر تعرفي منها الدوة ده بتاع ايه بالضبط. دوات كتير جدا بيبع عندنا ادوية في البيت ومحنش عارفين الادوية دي بتاعت ايه ولا بتعالج ايه? فالطريقة دي حلوة جدا عشان تحتفظي بالروجيتة مع الدوة هتحطيهم كده مع بعض وتعمليهم بالاسد تجرب الفكرة دي بجد حلوة وهتريحك كتير. حطي غطى الحلة جوه كيسة واستعدي الرمضان بجد فكرة عبقرية وهتريحك كتير جدا جدا قبل رمضان. يلا بسرعة اميعمليها واستعدي لشهر رمضان وانتي بيتك كده زي الفل تعالي بقى كده سمي الله وصلي على الرسول وتعالي نشوف الفكرة دي بجد فكرة حلوة جدا وبازن الله هتعجبك هجيبي طبق كده وتحطي فيه شوية من الميا وشوية كده من كلوريكس الالوان وكمان شوية من الدوني لو مش عندك دوني ممكن تحطي اي حاجة عندك بتعمل ريحة حلوة او لو ما عندي جيش خالص ممكن تستغني عنها وتحط كلوريكس الالوان بس حلو جدا هتقلبي بقى الخلطة دي كويس جدا مع بعض بالشكل ده وتعالي بقى يا ست الكل اقولك هنعمل ايه هتجيبي الغطى الحلة بتاعك وتبدأ ان انتي تحطي كيسة فيه بالشكل ده وتربطيها وتثبت الكيسة كويس جدا على غطى الحلة بالشكل اللي انتو شايفينه ده بالزبط كده تعالي اقولك بقى ممكن نستغلي الفكرة البسيطة دي في ايه هتيجي كده عند السجاجيد لو انتي مغسلتهاش هتيجي كده تمسكيها وتبدأ ان انتي ترش كده شوية من الخلطة اللي انتي عملتيها دي عند اي بقعة عند السجاد وتبدأ ان انتي تخسلي بغطى الحلة بالشكل ده هيسهل عليك جدا ادعك والكيسة هتخلي الغطى تحرك معاك بكل سهولة جربيها هتي الموبايل وتعالي هنعمل فكرتين حلوين جدا وبجده هتستفادي من الافكار دي صلي كده على النبي عليها افضل الصلاة والسلام وتعالي اقولك ممكن تعملي ايه بالغطى بتاع المناديل ده وكمان الموبايل هتبدأ ان انتي تلزقيه بالشكل ده كده كويس جدا وتضغطي عليه او ممكن تسبتيه بشمعة او بضبل فيس وتبدأ ان انتي تتكي عليه كويس جدا بالشكل ده ممكن تستخدميه لفكرتين اول فكرة ممكن ان انتي تحطي عليه او في فلوس بالشكل اللي انتو شايفينه ده وتقفليه تاني فكرة معانا ممكن ان انتي تستخدميه آآ زي ما انتو شايفين كده بتفتحيه النصف فتحة وبتستخدميه كحامل للموبايل بيبقى حلو جدا وبيسبت جدا الموبايل معاك وطبعا اللازق اللي موجودة على الغطى من فوق دي ممكن تشليها وتستبدليها باي رسمة تانية انتي حباها او استيكر او قلب او اي حاجة جرب الفكرتين دول بجد حلوين وهيعجبوك تعالي بقى اقولك ممكن نستغل المكان ده في ايه فاي بقى حاجة عندك سواء فرشة او مساكة او اي حاجة عندك في المطبخ فيها المكان ده هتيها وتستخدميها للفكرة دي بتبقى حلوة جدا هاتي كده اي خضار عندك انتي حابت تفصلي الورق عن العروق نفسها بتاعت الخضار فهتفصليها بالشكل ده بكل سهولة وبكل بساطة تعالي كده نجرب كمان المساكة بجد الفكرة دي حلو هترايحك كتير وطبعا موجودة ومتوفرة عندنا كلنا في المطبخ وبكده قدرت انتي الجمعي الورق لوحده بكل سهولة تعالوا يا بنات هقولكو على فكرة حلوة جدا وبازن الله هتستفدي منها طبعا الاكياس بتاعت المكارونة اللي بيكون بالشكل ده لما بنجي نفتحها من فوق بالشكل اللي انتو شايفينه ده هبتاخذي منها بقى الكمية اللي انت حبيها وبيتبقى كده في الكيس شوية هاتي كده الغطة بتاع المناديل المبللة وبدأ ان انت دخليه جوا كيس بالشكل اللي انتو شايفينه ده وبعد كده نزلي الكيس على الغطة بالشكل ده حاولي كده تنزلي الكيس كله على الغطة بالشكل اللي انتو شايفينه ده بجد الفكرة دي حلوة جدا ومنظم هايل للمكارونة او لاي اكياس عندك ممكن شعرية لسان عصفور اي كيس عندك مفتوح بالشكل ده ده هيبقى منظم حلو جدا ليه وبساني كده بتفتحيه وبتحط الكمية اللي انت حبيها وبتركيها تقفليه تاني وطبعا لما كيس بيخلص بترميه وبتحطيه في كيس تاني بجد فكرة حلوة جربيها وهتعجبك